مرة تانية برحب بحضراتكم في السادسة يعني موضوعات كتيرة جداً هبتديها الحقيقة مع نجمينا النهاردة كابتن أحمد فوزي دكتور أحمد فوزي طبعاً نجمينا في السادسة النهاردة هترح معاه طبعاً ملف قرية كاس عامل أندية الاختلاف عن البطولة اللي احنا رايحينها إن شاء الله في أول السنة الجديدة عن السنة اللي فاتت فرصنا في وجود الأسماء اللي طرحتها على حضراتكم ما قلت لكم إنها تأهلت بالفعل وأخيرها طبعاً بالمراس البرازيلي وتوقف المسابقة ومشاركة المنتخب في كاس العرب وموضوعات كتير جداً بس بدايةً لازم نقوله أهلاً وسهلاً بيك في السادسة نور الدنيا حبيباً سيد أحمد دانورك طبعاً الحمد لله والله زي الفل طبعاً الحمد لله خلينا وف مع جايزة البالوندور اللي يمكن بكرة إن شاء الله يتم إعلانها ويمكن طبعاً البرازيلي مختار نمار المصري مختار محمد صلاح محمد صلاحنا متفقين أنه فرصة ممكن تكون السنة دي صعبة شوية بس السنة الجاية يعني والدي بقى فرصة أكبر يعني قصة قصة سبت سبت مستوى سبت مستوى محمد صلاح بيقدم السنة دي موسم فوق الاستثناء صحيح ما فيش حد يضاهي السنة أو بمعنى صح من أول بداية الدوريات الخمسة الكبرى ما فيش حد يضاهيه في المستوى دي الوقت حقيق ولا نيمار ولا مبابي ولا ميسي ولا رونالد ده هو أحسن واحد في الخمسة كورة بس إحنا بنتكلم على موسم كروي كامل بمعنى من شهر 12 اللي فات لحد يومنا ده تمام فممكن تبقى الحسابات بتتكلم في السبعة تامن شهور الأولين موسم اللي فات ما كانش ليبركور وصلاح يعني في نفس المستوى دي الوقت يعني ما كانش وحش ما كانش وحش ما كانش زي دلوقتي مش زي دلوقتي فأنت عندك مسأني من نوجة نظري ولا رونالدو يستحققها ولا ميسي يستحققها أنا شايف أن نبابي أكتر واحد يستحققها من بعض أكتر من ليفاندوفسكي بص ليفاندوفسكي بالأرقام ولكن أنا شايف أن نبابي العيب شامل ويستحققها كورة بس في الأول وفي الآخر حاجات دي ما تبقىش كورة تسريبات السادسة بتقول الجاهزة رايحة ليه وميسي ما شعب هو ميسي وبص في الأول وفي الآخر هو ميسي بس فيه لعيبة كثير قوي تزلمت يا كابتن أحمد مش بكلم السنة دي طبعا على مدار العشر السنين اللي فاتوا يعني فيه ناس كتا استحق لا يعني إنيستا بس شاولي على واحد كده فوق ميسي ورونالدو ينفع لعيب زي إبرا هونفيتشي يعدي من غير ما ياخد جايزة أقال أفضل في العالم لعيب زي إنيستا في قمة عطاه وتواهجه وأنا بشوف أنه ميسي ساهم أو صاحب باصمة كبيرة جدا في الصناعة إنيستا بساهم باصمة كبيرة جدا في الصناعة أسطولة ميسي طبعا يعني بالتواهج لميسي ورونالدو بالأمانة متفقين لا لا خلي بالك فيه فرق أن أنت تتواهج في فترة معينة ويبقى فيه ناس تستحقها عنه يعني مثلا محمد صلاح لو جاء في وقت كمان خمس ست سنين بعد ما ميسي ورونالدو يبطلوا كان هيخدها كل سنة إمبابي نفس الكلام نمار نفس الكلام فأنت غصبا عنك في فترة من الفترات لا يعني مش هتشوف جل الاتنين دول ودي حقيقة بس أنا الحقيقة يعني لما أنت برضو يعني ما كامل التأدير لموهبة ميسي لما تتكلمني على ميسي في السنة الأخيرة دي اللي هو مراش أنا مش شايف ميسي يعني ميسي ده جنب ميسي اللي فاز بالبلوندور ست مرات قبل كده احنا بنتكلم على شبح ميسي صح؟ شبح شبح كدير كمان يعني فوزه يحط الدنيا في علمات السفهم كبير هو ممكن الأكتر داعم له كوبة أمريكا الأخيرة يعني الأرجنتين ما فازتش بكوبة أمريكا بقالها أكتر من 17 أو 18 سنة وهو لعب مثلا تسع بطولات ما خدش غير بطولة الأخيرة فدي ممكن أكبر داعم له في البالوندور ست لو هنحسبها كده يبقى جورجينيو بقى اللي واخد يورو عشرين عشرين وواخد تشامبيونز ليج مع إيطاليا مع تشيلسي يبقى هو اللي يعني لو هنحسبها كده بس هو مش موجود أصلا في الخامسة كوبة لا لو هتمشي بطولات وألقاب طبما أنا عندي لعيب كان ليه دور كبير جدا مع منتخب بلاد النفوذ بيورو عشرين عشرين وكان ليه دور جدا مع النادي مهمة جدا مع النادي بتاعه أنه ياخد أكبر بطولة في أوروبا وهي تشامبيونز ليج ماشي معاك ومقدر كلامك بس إحنا بنتكلم على الخامسة المرشح النهائية رونالدو، ميسي، ليفندوفسكي، مبابي وصلاح يمكن أكثر اتنين بطولات هو ميسي وبعديه وبعديه ليفندوفسكي الأول كمان وبعديه ميسي فإنت الامتك الميسي بس هي الكوبا أمريكا، دي وجهة نظر إنما كورة أنا شايف أن صلاح ومبابي أكثر الناس يستحقوها